إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نواصل الحديث في قصة يوسف عليه السلام وسيدنا يعقوب عليه السلام قال لابنه يوسف عليه السلام يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فهذا شعر طبعا يعقوب عليه السلام عرف من خلال الرؤية إن يوسف عليه السلام سيكون له شأنا عظيما في المستقبل وأخذ بالأسباب الطبيعية في محاولة إيجاد أجوى من الصفاء بين يوسف وإخوانه وخشي على يوسف من إخوانه من الغيرة ومن الحسد وبين الأسباب التي تؤدي بالنسبة لإخوانه لحسد يوسف عليه السلام فقال يا بني ففيها تودد وفيها لطف وفيها شفقة وفيها رحمة الأب بابنه هذه يا بني لا تقصص فيها النهي عن الحديث عن هذه الرؤية وكل صاحب نعمة فهو محسود لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدة أي بسبب هذه الرؤية وبسبب الحسد والغيرة ويستغل الشيطان هذه الفجوة فيزيد من العداوة بين الأبناء طبعا نحن لما نتحدث عن هذه القصة هذا بيت نبوة ويوسف عليه السلام ابن يعقوب ويعقوب ابن إسحاق وإسحاق ابن إبراهيم عليه السلام يبقى هذا بيت من أبيات النبوة يتحدث سيدنا يعقوب على طبيعة الإنسان عن طبيعة البشر عن طبيعة الخير والشر المتذاخر في الإنسان والصراع وكيف يعالج وكيف تتخذ سبل الوقاية فنحن نتكلم عن طبيعة بشرية يحدثنا يوسف يعقوب عليه السلام لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدة إن الشيطان للإنسان عدو مبين يبقى درس مهم جدا في هذه القصة إن يعقوب عليه السلام بين ليوسف خطورة هذا العدو المبين وقصة الشيطان كما تعلمون التي جاءت في القرآن أيضا آدم لما نزل حكى ذلك لأولاده وإبراهيم عليه السلام وكذلك إسحاق وهنا يعقوب يؤكد على بيان حقيقة هذا الشيطان هذا العدو المبين فالدرس المهم أن نغرس في نفوس أبنائنا منذ الطفولة العداوة لهذا الشيطان اللي هو العدو المبين وبيان مسالك الشيطان وطرق الشيطان ووسائل الشيطان فهذه من الدروس المهمة من خلال هذه الآيات القرآنية الكريمة وأعظم من بيان حقيقة الشيطان هو القرآن الكريم فبيان تفاصيل هذا العدو اللعين لا أقعدن لهم سراطك المستقيم ثم لا آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين وهذا الشيطان باقي إلى يوم يبعثون إلى يوم الوقت المعلوم إلى يوم الوقت المعلوم وهو الآن وعبر التاريخ البشرية ساهم في إضلال الكثير من البشر وأوقعهم في الشرك والمعاصي والذنوب وفي يومنا هذا يقود منظمات ويقود أنظمة ويقود قادة ويقود أشكال من أنواع الضلال والمعاصي والذنوب فتعريف الأبناء بحقيقة الشيطان وقصة الشيطان هذه من الدروس المهمة ثم قال يعقوب عليه السلام وكذلك يجتبيك ربك يعني من خلال تأويل الرؤية عرف سيدنا يعقوب عليه السلام إن ابنه يختاره المولى عز وجل ويعلمك من تأويل الأحاديث أي تأويل الرؤى وبعض العلماء قالوا ويجتب أن تأويل الأحاديث المقصود بها مآلات الأمور الاستشرافية التي في المستقبل سواء كانت هذه مآلات الأمور الاستشرافية التي في المستقبل سواء كانت بالرؤى وتأويل الرؤى أو بمعرفة العلوم والمعرفة وما أعطى الله من دقة في النظر والتأمل والتفكر بحيث لديه القدرة على استشراف المستقبل في القضايا المتعددة والمتنوعة سواء كانت سياسية أو اقتصادية وإن كان طبعا الأرجح ويعلمك من تأويل الأحاديث أي المقصود بها الرؤى التي اشتهر بها بتأويلها يوسف عليه السلام وفي تاريخنا الإسلامي محمد بن سيرين اشتهر بتأويل الرؤى وهو يعني هبأ من الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك من قبل هذه النعمة العظيمة نعمة الاشتباء والاختياط ونعمة النبوة كما أتمها على أبويك فالأب يطلق على الجد وأيضا جد الجد يطلق عليه على أبويك إسحاق إبراهيم وإسحاق من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم وهنا نلاحظ إن سيدنا يعقوب عليه السلام لما قال ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب ربط ابنه بالموكب المبارك وبالسلف الصالح العظماء اللي هم اللي قال على ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق لا شك إن يوسف عليه السلام تعلم من والده قصة إبراهيم طبعا قصة إبراهيم عليه السلام أكيد سيدنا يعقوب عليه السلام حكى ذلك لأبناء من فترة العراق إلى هجرت إلى الشام إلى بلاد الحجاز إلى بناء بيت الله الحرام وبما فيها من دروس وعبر في العقايد وفي الأخلاق وفي الإبتلاع وفي التمكين قضايا متعددة متنوعة هذه التربية الأولى في هذه السن سن العشر سنوات أو تسع سنوات أو اتناشر سنة وغرس هذه القيم قيمة التوحيد وربط الأبناء بموكب الأنبياء والمرسلين هذا الزاد عظيم ينطلق به الأولاد في سن الشباب وفي سن الكهولة وكما سنرى في قصة سيدنا يوسف عليه السلام يبقى سيدنا يعقوب يخط لنا خطوط عريضة في كيفية غرس القيم في نفوس أطفالنا وهم صغار في هذه السن سن الاثنى عشر سنة كما يبقى دروس مهمة وعظيمة نستلهمها من حديث يعقوب عليه السلام لابنه يوسف ولكي نختذي بها في حياتنا في غرس هذه القيم في أبنائنا وربطهم بموكب الأنبياء والمرسلين سنواصل الحديث إن شاء الله الإخوة المشاهدين الكرام في الحلقة القادمة إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين